ما مكان حصل على هذا البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البيت اللي حقه مليون دولار ما نغالي وهي أولا تانيا السيارة اللي حقه مئة ألف دولار ما نغالي المنصب الفلاني بإحدى الوزارات بإحدى المؤسسات المنصب الرفيع الكبير ما نهو مستحيل وما نهو صعب ولكن أنت اللي ما نكقدران ما نكقدران تعطي نفسك أنه القيمة الحقيقية أنه أنا أوكي بحصل على هذا البيت اللي حقه مليون دولار أنا بحصل على هذا المنصب بكل سهولة بكل سهولة استسهل الموضوع لحتى يسهل عليك أما طول ما أنت قاعد عم تقول أوف ومستحيل وصعب جدا ولا بالأحلام وهذا مؤننا هذا ما يخلق لنا هذا ما عاشنا لحتى نحصل نحن عليه نحن أقل من هيك هذا الشيء طول ما أنت عم تحكيه فأكيد شيء طبيعي أنك أنت ما تحصل عليه أكيد أنت بس بدك تحصل على هذا البيت بدك تحصل عليه بس دك تحصل على هذا المنصب أعطي نفسك القيمة بس أعطي نفسك قيمة أعطي نفسك قوة أعطي نفسك آمن بنفسك كيف بدك الناس تآمن فيك إذا أنت نفسك ما لك مآمن بنفسك يعني كيف بدك الناس تآمن بفلان إذا أنت محطم نفسيا أو أنت عم تكسر بمآدف نفسك في ناس مؤمنة بنفسها وبتحارب الناس اللي عم تكسر مآدفها فكيف أنت عم تكسر مآدف نفسك أو صح التعبير عم تحطم معنوياتك وعم تقلل من قينتك كإنسان عاقل لأن رب العالمين ما يزنع عن الحيوانات بالعقل فأنت طول ما أنت عندك عقل أنت تلام إذا عرف السبب بطل العجب إذا أنت عندك عقل فأنت تلام بالنهاية بعتزر على الكلمة أنت ما لك حيوان أو ما لك إنسان مجنون أو فاقد الأهلية لحتى الناس ما تلومك طول ما أنت موجود عندك عقل لازم تلوم نفسك قبل ما الناس تلومك كي أولا ثانيا أنه إذا ما قاملت بنفسك الناس ما هتأمن فيك فهذا البيت اللي حقه مليون دولار مليون دولار تمام أكيد مبلغ كبير تمام عن عيني وراسي ومو بالسهولة الحصول عليه وليس مستحيل صعب أوكي صعب ولكن ليس مستحيل اللي حصل على البيت اللي حقه مليون دولار كان مثلك لو فكر مثلك وبتفكيرك أنه وانا ما بيحق اللي وانا ما بقدر وانا وانا فأكيد ما رأى ما كان حصل على هذا البيت وهذا المنصب لو الإنسان اللي واصله حاليا أي منصب كان رفيع منصب له قيمة لو كان بيفكر مثلك ما أكيد ما وصل على هذا المنصب ولكن الإنسان اللي وصل على هذا المنصب كان عنده وعي كان عنده إدراك بحقيقة نفسه كان مؤمن بهدفه وكان عم يشتغل على هدفه وكان عم يتعب كان عاطي نفسه قيمة كبيرة كان هو إذا الناس عم تحاربوا كان عم يقوي نفسه وكان عم يآمن بنفسه فأنت إذا ما آمنت بنفسك أنه أنت إنسان تستحق أي شيء في الحياة إذا أنت ما آمنت بهذا الشيء فمستحيل حدا يآمن فيه مستحيل أنك تحصل عليه ورح تظل تقول أنا ما بحق اللي وانا ما بقدر وانا صعب وهي مستحيلة هاي مؤلي هاي مؤنة هاي وشو هالحكي يعني الأحاديثة اللي حانا يمكن بتصير معكم وبتصير مع أي حدا بالحياة بيشوف شغله فمو بانبهر يعني بسعره أو بمكانته أو بقيمته أوكي مستحيل ويا لطيف فهذا الشيء طبعا أكيد هذا الشيء سلبي فلاحد يفكر فيه نصيحة لأنه أنا ما عم يعني عم أعمل الموضوع سهل هو أكيد صعب إن كان منصب رفيع جدا إن كان مبلغ خيالي مثلا مليون مليونين خمسة عشرة مليون دولار أكيد ما أنا مبلغ سهل تمام بس أنا عم أحكي لبعض الناس اللي تستثني نفسها من حق الحصول على هذا الشيء أنت لا تستثني نفسك من هذا الموضوع أنت إنسان بالنهاية مثلك مثل اللي حصل على هذا الشيء بغض النظر عن الناس اللي خلقت وفيه بتمام على الدهب أنا ما عم أحكي على هاي الناس وحتى هاي الناس اللي خلقت وفيه بتمام على الدهب على فكرة آآ بيكون في عندها طموح بيكون في عندها هدف بيكون في عندها برغم كل شيء تملكه عندها حب إثبات الزات وحب النجاح يعني في حدا ما بيحب النجاح في الحياة أكيد لا يعني من أجمل شيء في الحياة فالإنسان آآ يحاول قدر الإمكان يعطي قيمة لنفسه يحاول قدر الإمكان آآ يكون آآ آآ قوي الإرادة قوي العزيمة إذا الناس كله حاربته يكون هو عم يدافع عن حقوقه بنفسه يعني وكما أقول دائما تمرد يا أخي تمرد على الواقع تمرد على الظروف تمرد على المحبطين على السلبيين على كل الناس فأنت إذا أنت حابب تحصل على هذا الشي فأنت بتحصل عليه سهله ليسهل وبس صعبته رح يصعب صدقني بحياتك ما رح تحصل عليه فأوكي شو ميت ألف دولار أنا بإذن الله تعالى طبعا وبالاتكال على الله وبالسعي وبالعمل وبالإمام بنفسي أو بقدراتي كإنسان عاقل أكيد رح أوصل عليه إذا بدي أما طول ما أنا آآ بعدت عن هذا الموضوع واستثنيت نفسي منه إنه أنا ما بقدر وصل له ما بقدر أحصل عليه صعب ومستحيل آآ قد ما كان صعب رح يصعب بزيادة ومستحيل ترجع تفكر فيه أما إذا أنت قلت لا بإذن الله أنا بقدر وبيحقلي وآدر مثلي مثل غيري بفكر بدرس بتعلم بيشتغل بتعب بسهر بعمل أي شيء فأكيد بالنهاية إذا كان صعب صعب آآ رح تشوفه إنت كتير سهل رح تصير تحلم فيه رح تصير تفكر فيه يوميا وأنت نايم وفائق مثل أي شيء بتحبه أو حلم عم تركض وراه بتصير تشوفه بكل يومك بتصير تشوفه بكل حياتك بكل تصرفاتك إنه أنا بهذا المكان أنا الإنسان اللي وصلت لهذا المكان حتى بتصير تستشعر فيه قبل ما يحصل هاي من كتر ما أنت مؤمن بنفسك وبتحب هذا الشيء فأعطي نفسك هاي القيمة وأعطي نفسك الحق والقدرة والإرادة وحارب كل من يقف أمامك يعني أو يحاول أن يحبطك بهذا الموضوع أو يكسر من معنوياتك لأنه أنت بتستحق أنت وأي إنسان هلأ بدي يشوف الفيديو أو بدي يسمعني أنت بتستحق أي شيء في الحياة أي شيء بتفكر فيه بالحياة إذا أنت بترسم له خطة وبتمشي عليه أكيد رح توصله ومثل الوقت تكون ماشي بطريق أو متل الوقت تكون طالع من البيت وعم تقول لحالك أنا بدي يروح على المكان الفلاني كيف بدك تروع المكان الفلاني أكيد في قدامك طريق بدك تمشي بيمكن يتلع لك بالطريق شغلات يصير معك موقف تعطل السيارة كذا أوكي ولكن بالنهاية ما هتوصل على المكان أكيد كل يوم نحن نطلع من بيوتنا ونروح على المكان الفلاني منوصل له لأنه أنا قبل ما أطلع من البيت أنا عرفان حالي من رايح أما أطلع من البيت مثلا ماني عرفان حالي من رايح بضل دور بضل روح وإيجي فوت هون وطلع من هون ماني عرفانه أنه وين بدي يروح وهذا الشيء أكيد بيصير مع كل الناس فأنت وقت تعرف حالك وين رايح راح تسلك أسهل الطرق وتحاول تدور على أسهل طريق وتحاول تقوي نفسك وتحيط نفسك بكل الوسائل اللي بتساعدك لحتى تخترق هذا الشيء أو توصل لهذا الشيء اللي أنت بدك ياه بس حبيت كنت أحكي بهالأفكار وإن شاء الله هيك أي شيء بيطلع بمالي بحكي وشكرا للناس اللي بيحبونا اللي بيعطونا هيك جرعة أمل أو بيعطونا طاقة أو بيشجعونا أو بيآمنوا بأفكارنا وبأهدافنا وبأحلامنا وبأوونا يعني لولا الناس اللي بتحبنا بالحياة أكيد يمكن كانت بالحياة بلا طعمة شكرا كتير والسلام عليكم ورحمة الله